نوهد وي بلاس إليمنتري يونت 10 الوحل العاشرة bigger and better أكبر وأفضل طبعا هذا الفيديو يركز على استخدام الكمبراتفز والسيغة المقارنة والسيغة التفطيل طبعا المقارنة أبدأ أكون دائما نقارن صفة معينة بين شيئين نستخدم صيغة المقارنة عندما نقارن بين شيخ شخصين أو شيئين نركز على كلمة شخصين أو شيئين أحمد أطول من خالد خالد أقصر من أحمد خالد أقصر من أحمد أو عندما تكون الصفة منتهية بحرف Y نغيرها إلى I ونضيف ER مثل صفة lucky محظوظ تصبح luckyer محظوظ أكثر أو أكثر حظا funny مضحك تصبح funnyer أكثر أضحاكا وعندما تنتهي أو تكون الصفة أكثر من مقطعين صوتيين يعني الصفة زي صفة expensive مثلا نستخدم صيغة more أو less more بمعنى أكثر less بمعنى أقل من أجل أن نعمل صيغة المقارنة على الثبيل المثال My car is more expensive than your car سيارتي أغلى من سيارتك Sarah is more beautiful than Jane Sarah أجمل من Jane في صيغة التبضيل لا يوجد شخصين وإنما شخص واحد أحمد is the tallest in the class أحمد هو الأطول في الكلاس في الصف خالد is the shortest in class خالد هو الأخصر في الفصل الدراسي أو في الصف To make superlative we add EST للصفة طبعا عندما نريد أن صغة التبضيل superlative نضيف الأحرف EST للصفة مثل كلمة tall tallest short shortest عندما تكون الصفة منتهية بحرف Y نقلب Y إلى I ونضيف EST lucky luckiest luckyist معناها الأكثر حظا عندما تكون الصفة أكثر من مقطع صوتي واحد نستخدم most أو the most و the least من أجل عمل صيغة superlative the most الأكثر the least الأقل مثلا German cars are the most expensive السيارات الألمانية هي الأكثر غلاءة في عندنا طبعا صيغة غير نظامية لعمل المقارنة يعني لا تتبع ما ذكرناه من قواعد سابقا وهي كلمتين و كلمة good في صيغة comparative تصبح better و صيغة superlative تصبح best كلمة bad في صيغة المقارنة تصبح worse و صيغة التفطيل تصبح worst شكرا للمتابعة و حنطن طيبا صيغة شكرا للمتابعة و حين و شكرا للمتابعة و عما بشركة للمتابعة و الثصو WiFi